الان انظرك القضية هذه انتع تفيق والعلاقة انتعه بالمأساة هذا امر مفروغ منه الجرائم اللي تحكي مش قضية انتعقل انسان راهو ما عنده حتى علاقة بالموضوع والنسر هتدير في تحقيق هذا راهو كان رئيس تاع جهاز تاع المخابرات هذا موش جندي راح يعقب السرفيس ميليتر في العامين ومعلى بناش لارتكب جريمة ولا مارتكبهاش هذا راهو كان رئيس جهاز الجهاز ذا اللي كان يعذب الجهاز اللي كان يقتل الجهاز اللي كان يسجن الجهاز اللي هو ساهم في كثير من المبقات اللي حثت في الجزائر كيني الناس اللي راهو ارتكبوا جرائم كيني الناس اللي راهو امكانوا عملاء وراهم منهم اللي راهو خرج للخارج وداروا شهادات تثبت بما لا يدعو مجالا للشك باللي الجرائم ترتكب وكينة ادلة وكينة قرائن مجي حاجة رانا نتخيلوا فيها ولا رانا نخمنوا فيها ولا تذك لما يجيك شخص يقول لك باللي انا كن دير لحيا مديجيزي راكم شفت الصورت يا احم هذا مورد بو عكازو هذاك واسمه هذاك وش اسمه هذاك صادق مزياني هو كان دير لحيا وكان يروح للجامعة مديجيزي اسلامي وراها كينة اعترافات انتع الضباط من انهم تم اختراق الجماعات المسلحة وراها كاين اعترافات باللي كانوا فيه بعض القيادات في الفيسا راهم كانوا يعملوا مع الجهاز على المخابرات وفيه راها ما يؤكد من أنه حتى هذو توع الجماعات المسلحة بالصوت والصورة بالصوت والصورة راني نشوفوا فيهم ما الذي منكم ما شافش الصورة مع جنرال اسماعيلو هو مع مدني مزراك ما شافهاش كيفش تقول لي باللي هذا مع البلوش ولا مش حاضر ولا ما جرائم حدثت في الجزائر منذ البداية انتع المأساة هذه الى غاية اليوم هذه في الوقت انتع التوفيق فانا احكيه وش اعلم من قبل ماذا حدث الجماعات مصطفى بو يعلي وامر واحد اخرى فيها حديث واحد اخر هذا منذ فقط التعيين انتعوا على رأس انتع الجهاز انتع المخابرات وكله كانوا نقولوا مثلا قاعد عام والله عامين وخرج قال والله هلا ربما الاستقال انتعوا ولا الايقال انتعوا فيها اللوش وربما شخص اللي جاء بعده هو اللي ارتكب الجرائم وهو كان رافض ما الذي يحدث في الجزائر وبالتالي احنا ما نقدرش نحملوها هذه المسئولية هذا راهو على رأس جهاز المخابرات للبرح 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 اللي يحب برؤه هو مجرم اللي يحب برؤه هو مجرم متواطع معه عندهم مسئولية انتعوا في الاغتيالات مسئولية انتعوا في السجون مسئولية انتعوا في التعذيب المسئولية انتعوا في التشوين انتعوا شخصيات سياسية مسئولية انتعوا في الفساد مسئولية انتعوا في التصوير مسئولية انتعوا في هذا الحال انتع المواطن وين انورنا الان شفنا ناس رهم كانوا لا شيء صاروا ارباب انتعمال الناس اداد اقتارات الناس اداد شيكات على بياض وراها الناس ولاد فراعينة في البلاد فيما كي الناس حيتهم كاملوا هما يخدموا ما عندوش سكنة مسئولية طولة انسان اللي يحب يبرعه هو مجرم معاه ولما نقوله في هاد الكلام احنا ما ناش نسبو فيه ولا راني نشوه فيه هذي راها جرائم موثقة موثقة بالصوت وبالصورة دركاء يجيو ناس يبرعوه يجيو ناس يخفيو هذي كل المحاذر ويحرقوها وين ركرايح وين وربي ربي موش يشوف ربي موش يراقب تحرق المحاذر تحرق الارشيف دير وش حبيت يا سعدك اذا كان طلبت السماح من الشعب انتاك يا سعدك اذا اعترفت باللي رك كنت خاطئ احنا ما راناش الان نحاسبه فيه ولا رانا من حقنا على جلبه اش نحكيه وما ناش من النوع اللي الان راه يتحدث على التوفيق راكم تعرفوا الموقف انتاك انا راه من شورة بالصوت وبالصورة ما ناش نحكيه عليها لانه الان راه يخرج كما بعض الناس اللي كانوا ربما التوفيق له الفضل انا جلباش هذ الناس هذو بانوا وكذا في وسائل الاعلام والان صاروا يلعنوا فيه احنا ما ناش من هذك النوع اذا فيما يتعلق بهذا المأساة هو مسؤول عليها مسؤول على اغتيال بوظياف مسؤول على اغتيال قصدي مرباح مسؤول على اغتيال كثير من الشخصيات السياسية تعبو سليماني تعال الخبر تعا يفصح مسؤول على اغتيالات كثيرة عبدالقادر حشاني اغتيالات كثيرة مسؤول عليها ومسؤول على كثير من المسيرات المفبركة مسؤول على كثير من الملفات تعال الفساد شكون اللي جاب شاكيب خليل انا اللي جبتو قالك جابوا بوتفليقة شكون جابوا بوتفليقة انا اللي جبتو ماكشنتا يا جنرال توفيق ركتسمع فينا الان ماكشتا اللي جبت بوتفليقة يخنتا اللي جبتو ويخنتا اللي فرثو في العودة اللولة وفي العودة الثانية وفي العودة الثالفة وكان حتى الناس اللي يقولوا حتى العودة الرابعة وانت اللي مسؤول عليها وعين كان انا نقول العكس اذا في المسؤولية انتاعك امام ربي وامام الشعب وامام التاريخ مسؤولية عظيمة وماكشغر واحدك بطبيعة الهال مسؤولية انتاع الدماء تتحمل الوزر انتاعها كبير عند ربي ما تنفعك لا صحف انتاع التغليل ولا الانظمة المجرمة اللي كانت تتغطي عليك وكانت تدفع فيك للهاوية واحد ما راه ورايح ينفعك غدوة قدام ربي لما توقف امام الالاف انتاع الارواح كل واحد كيفاش يخرج ليك واحد راسه طاهرة واحد رجله طاهرة واحد معوق واحد عينه طاهرة والتعذيب والصرخات انتاع اليتامة انتاع اليتامة كلها تنتقم لك غدوة قدام ربي تنتقم منك غدوة قدام ربي والرشاوة والعهر والفساد كامل غدوة تحمل المسؤولية انتاعه قدام ربي واحد ما راه ورايح ينفعك المسؤولية انتاعه اذن مسؤولية عظيمة فيما يتعلق بهذا النقطان تاع العلاقة انتاعه قاضية انتاع تزوير تاع الانتخابات تزوير تاع الانتخابات منذ نكتب انتاع الرندو واش كون اللي دارش ارندو انا اللي دارتو ش كون اللي زور انتخابات تاع الـ 95 انتاع زروال انايا ش كون اللي زور انتخابات تاع الـ 97 ش كون اللي دار القانون تاع الرحمة قانون تعلال وامل مدني وش كون اللي كان يعين في الوزراء ويعين في الولات ش كون اللي كان يعين فيهم وش كون اللي كان يقيل فيهم انتا مسؤول عندك مسؤولية عظيمة قدام ربي مسؤولية عظيمة على الفساد اللي حل بالبلاد دار قلو كانوا نقولوا مثلا راك قال هاذ الناس انتاع الفيس اللي احنا ماناش نقولوا باللي راهم انبياء راها كين منهم اللي مجرمين رانا قلناها بالصوت وبالصورة ويتحملوا المسؤولية انتا عهم كيف كيف في هاذ الدماء اللي سالت في البلاد ولكن كم يقولوا العبرة بالنتائج تاذور كلوا كانوا نقولوا الجزائر راها خرجت من الازمة انتاعها وراها قال مثلا طلعت كما يقولوا اشواط وراها الحالة انتاع المواطن الان في الجزائر راها حالة لبس بها راها في حريات وفي عدالة وفي كذا وفي كذا وفي كذا نقولوا احنا والله العظيم هذا السيدة راها انقذ البلاد راها الان الجزائر على حافة الهوية يعني الان لوكاني موت هذا توفئ واسمه بوتفليقاء في هذا الوضع اللي رانا فيه والجزائر راه على فوه انتاع بركان الوضع هذا اللي الان اذا نحن رانا نعيشين هو كله نتيجة انتاع السياسة انتاعك سياسة الاغتيالات سياسة النفاق سياسة الخبث سياسة الاجرام سياسة انتاع الترويع سياسة انتاع الترهيب الاف الاطارات اللي هربوا وين راه الكوادر وين راه العقول كلها هربت هربت من هذا الوضع المتعفن شوف انت واحد خبير في الاستراتيجية انتاع بغل يصلح في الوض ويسر في قناة مثل الشروق وفي قنوات واحد اخرى خبير في الشؤون الاستراتيجية فيما الخبراء حقيقيين هربوا هربوا راحوا لفرنسا وراحوا البريطانيا وراحوا الامريكا وراحوا الاستراليا وراحوا الدول واحد اخرى عباقرة علماء راحوا مشاوا والنصابين والمحتلين قاعدين تصنعونهم في الاسماء و تمشيوا غير مع المجرمين لانه ما تقدرش تمشي مع الكوادر تمشي مع المبغل تمشي مع المرخص غدوة فيما بعد قدام ربي راك تلقاهم تلقى هذوك الناس اللي كانوا يضربوا لك في الشتاع تلقى هذوك الناس اللي كانوا يعاونوا فيك علالفساد ويعاونوا فيك علالقتل ويعاونوا فيك علالجرائم اللي حتت في البلاد اروح شو اهدا غدواء قدامك يصنعولك ناس باللي ارا كنت مجهد كنت حركي ما كنتش مجهد كنت حركي كنت عميل كنت خبيث كنت مجرم وين الجهاد جهاد تجاهد فرنسا من اجل باش تحقر شعبك تجاهد فرنسا من اجل اجل باش تذل شعبك تجاهد فرنسا من اجل تحرير البترول على جل باش تتعود تمدوا تمدوا لفرنسا وين راو الناس اللي خدموه المجهدين وخدموه الشهاداء من اجل تحرير الجزائر ومن اجل رد الاعتبار لليتامى والمحقورين صرتوا تمارسوا في سياسة الاستعمار على الشعب انتاكم مزئوليا انتاك عظيمة قدام ربي وتتفضح امام الاشهاد غدوة قدام ربي ويا سعدك اذا كان استغليت وشي بقالك في هذا العمر تاك لسنا ندري يوم ولا يومين ولا عام ولا عامين يا سعدك اذا استغليت هذا الفرصة على جل بش ساهمت في حقن الدماء انتاك الجزائريين اما وانك مزالك مستمر بعقليا انتاك المؤامرة وعقليا انتاك الدسائس وعقليا انتاك الاحتيال وتاك بالعير وين راكم رايحين بهذا السياسة اشتركوا في القناة